الأخبار من الحدث هجوم نتنز هو أسوأ ضرر لحق بالبرنامج النووي الإيراني وبدأ بقنبلة زريعت في الموقع بحسب تقرير إسرائيلية قبل يوم من محادثات فيينا إيران تشن هجوما على الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا تقول أن العقوبات الأوروبية خطأ أسوأ من الجريمة التحركات الروسية المكوكية بشأن سوريا أثمرت مبادرة العمق العربي ومصر والعراق والأردن يناقشونها في بغداد غدا منظمة الهجرة الدولية تؤكد نزوح أربعمائة وخمسين أسرى من مخيمات النازحين منذ بداية العام الجاري من تعز ومأرب والحديدة نشرة لأهم الأنباء من الحدث أهلا بكم نبدأ من التطورات المتعلقة بإيران ومنشأتها النووية حيث متزال الروايات حول الهجوم الذي وقع في منشأة ناتانز النووية تتوارد أفد تقرير تلفزيوني إسرائيلي بأن الانفجار في المنشأ كان سببه قنبلة زرعت في الموقع مسبقا وقالت القناة الثلاثة عشر إن القنبلة انفجرت يوم الأحد الساعة الرابعة فجرا عندما كان نحو ألف عامل داخل المنشأة وذكرت القناة الإسرائيلية في تقريرها أنه تم إخلاء المنشأة مباشرة بعد الانفجار خوفا من مزيد من القنابل ولكن لم يتم العثور على متفجرات أخرى كما أوضح التقرير أن العبوة الناسفة وضعت بالقرب من خط الكهرباء الرئيس في ناتانز وعندما انفجرت توقفت المنشأة بأكملها عن العمل مشيرة إلى تراجع برنامج التخصيب لأشهر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من لندن ينضم إلينا حسن راضي مدير المركز الأحوازي للدراسات السياسية والاستراتيجية أهلا ومرحبا بك أستاذ حسن معنا في هذه النشرة على قناة الحدث بداية قم تعتقد أن ما نشرته القناة التلفزيونية الإسرائيلية حول رواية وضع القنبلة التي زرعت في مقر منشأة ناتانز هي الرواية الأقرب لما حدث بالفعل في هذه المنشأة نعم تحياتي حقا هي أقرب إلى الواقع وهذا هو السيناريو الأقرب إلى الحقيقة لأنه من البدايات قناة الثلاثة عشر الإسرائيلية تحدثت عن الأمر وحتى الآن التسريبات من قبل مسؤولين إيرانيين والحديث عن الموضوع أنه انفجار وقع بقرب من نقالات النفط وهذا يدل على أنه انفجار وقع ومن ثم أيضا انقطاع الكهرباء ليس فقط الكهرباء المولدة للأجهزة الطالب الملكزي حتى البطاريات التي وضعوها لمثل هكذا حالات أيضا هي تضررت وانقطع عمل المنشأة بشكل كامل وهذا دليل على أنه هناك انفجار والدليل الآخر أنه إيران تحدثت عن كشف بعض الملابسات وهي وراء اعتقال المسببين الداخليين وأيضا في المنطقة المسببين الداخليين الإشارة إلى هذا الأمر بشكل صريح بأنه هناك عوامل داخلية وضعت القنبلة في هذه المنشأة وانفجرت وإلا إذا كانت هجوم سيبراني لما تحدثت إيران أنه هي وراء اعتقال المتورطين في الداخل الإيراني طيب وبصرف النظر عن الروايات وكيف حدث هذا الانفجار من حيث حجم الأضرار في منشأة نطانز إلى أي مدى تعتقد بأنها بالفعل هي الأسوأ ربما والأكبر الأضرار التي تلحق بمنشأة تتعلق ببرنامج إيران النووي وفقا للتصريحات الإسرائيلية ووفقا أيضا لردود الفعل الإيراني للمسؤولين إيرانيين بكل طرفين المحافظين وأيضا الإصلاحين يشير بأنه الأضرار كبيرة جدا وتعطل عمل المنشأة لعدة أشهر وهذا ما جعل ردود فعل في داخل إيران من التيار المحافظ أيضا أنه شديد جدا وطالب حكومة حسن روحاني بوقف المفاوضات مع الولايات المتحدة الملكية من جهة وأيضا وضع شروطا على هذه المفاوضات يعني شروطا جديدة تعتبر تعجيزية وأيضا الردود الفعل من غبل حكومة حسن روحاني والتيار المعتدل بشكل عام أيضا ردودة كبيرة وأكثر أول مرة يهدد التيار المحافظة المعتدل يعني تهديدات مباشرة لإسرائيل هذه من جهة ومن جهة أخرى أيضا قالوا أنه المفاوضات لم تتوقف والعدو فشل في الوصول إلى أهداف من الضرب المفاوضات والتأثير عليها بمعنى أنه تحدي كبير للحكومة حسن روحاني في هذه الضربة وأيضا خوف أنه تتعطل المفاوضات وبالتأكيد سيكون هناك ضرر كبير للسياساتهم الداخلية بالأضافة إلى الضرر الذي لحق بالمجهة طيب أيضا فيما يتعلق بموضوع حجم الأضرار يعني التقارير تشير إلى أنه المتحدث باسم الطاقة الظرية الإيرانية كما لوندي سقط أثناء تفقده المكان بحفرة عمقها أكثر من عشرين قدما هل هذه أيضا مؤشرات تعتبر على حجم الأضرار التي سببها الانفجار؟ حجم الأضرار من جهة وأيضا حجم الإرباك أيضا نتيجة هذه الضربة الكبيرة أنه طبعا هذه الرواية الإيرانية ولا يمكن أن نصدق الرواية الإيرانية أنه صغط من ارتفاع سبعة أمتار وأنا أعتقد أن الأحداث كانت متتالية ومتسلسلة لأن الانفجار الذي وقع بالفجر أيضا بعد ساعات عند وصول كمال وندي أيضا أصاب بهذا الحدث وكأنما حدثا أو هجوما وقع وأيضا بعد ساعات متأخرة من النهار أيضا تسربت أخبار من إيران وهجوما أو حريقا أيضا شبه في المنشأة وكأنما أكثر من حدث يعني رغم كل هذه التطورات وهذه الأضرار التي حدثت وسلسلة ربما حسب ما تقول حدثت في منشأة ناطانز ضريف كيف يقول بأن أجهزة طرد مركزي أكثر تطورا حتى سيتم تركيبها قريبا في منشأة ناطانز هم يعني من ناحية تقنية هل بالفعل لديهم هذه الإمكانية لمعالجة كل ما تسبب فيه الانفجار بهذه السرعة يعني ليس لديهم هذه التقنية وليس لديهم الوقت الكافي يعني أيضا لإجبار كل ما تلحق من أضرار للمنشأة طبعا التصريحات الإيرانية لا يمكن أن نبني عليها يعني الرواية الحقيقية أو التحليل يعني عن ما يريد النظام الإيراني يعني إرساله من تصريحات لأنه هذه تعتبر حرب نفسية وحرب علامية وإرسال رسائل إلى أطراف عديدة وكأنما إيران لم تتضرر وكأنما العدو الذي استهدف المنشأة فشلة وإيران سيعوض بأكبر يعني ممكن من الأجهزة الطارد المركز المتطورة وهذه من أجل يعني تطمئنة الداخل وأيضا رسائل رسائل إلى القارج لكن في الواقع هي ضربة موجعة ضربة كبيرة أنه إيران خسرت كثيرا تقنيا في هذا المجال لفقدانها أجهزة الطارد المركز المتطورة عامة لعدة سنوات من أجل الوصول إلى هذا وعددها كبير جدا يعني ليس نتحدث عن عشرات أو مآت لا بالآلاف يعني كانت أجهزة الطارد المركزي يعني إيران عملت عليها وطورتها هذه يعني من جهة التقنية ومن ثم أيضا خسارة إيران الكبيرة هي سياسيا بالمفاوضات بمعنى أنه إيران خسرت الورقة التي كانت تعول عليها وتبتل نعم نعم شكرا جزيلا لك من لندن كنت معنا حسن راضي مدير المركز الأحوازي لدراسات السياسية والاستراتيجية شكرا لك ونتابع في نفس السياق حيث اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جوال ظريف أن هجوم إسرائيل على منشأة نتانز النووية كانت مغامرة بالغة السوء ستعزز موقف طهران في محادثاتها مع القوى العالمية لإعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه واشنطن قبل ثلاثة أعوام وأكد ظريف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في طهران أكد أن بلاده ماضية في تخصيب اليورانيوم وأن أجهزة تطرد مركزي أكثر تطورا سيتم تركيبها في منشأة نتانز قريبا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومن جانبه أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده تعول على انقاذ الاتفاق النووي الإيراني في حال عادت الولايات المتحدة إليه متهمة لاتحاد الأوروبي بتعريض المحادثات الجارية للخطر من خلال فرض عقوبات على إيران في مجال حقوق الإنسان ورأى لافروف خلال زيارة لطهران أنه لا تنسيق داخل الاتحاد الأوروبي معتبرا أن قرار العقوبات إذا كانت تخيذ عمدا فهو خطأ أسوأ من جريمة وجدد دعوة واشنطن إلى رفع العقوبات المفروضة على طهران منذ خروج واشنطن من الاتفاق في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب من باريس ينضم إلينا المحلل السياسي محمد كلاش أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد معنا في هذه النشرة على قناة الحدث بداية وعلى وقع كل التطورات المتعلقة بفرض عقوبات أوروبية على إيران في مجال حقوق الإنسان وانتهاكاتها لحقوق الإنسان بالإضافة طبعا للهجوم على منشأة نتنز هل نتوقع أن يتجدد اللقاء في فيينا بين الأطراف المعنية والدول المنخرطة في الاتفاق النووي بات ثابتا أن اللقاء سيتجدد وستستمر المباحثات أو المفاوضات وإن كانت إيران ترفض استخدام كلمة مفاوضات وتكتف مكتفية بكلمة محادثات المحادثات ستستمر وهو ما تؤكده طهران يؤكده محمد جواد الضريف كما نقل عنه نواب برلمانيون إثر جلسة مغلقة للبرلمان الإيراني وأدلوا بتصريحات لإيرنا الوكالة الإيرانية الرسمية للأنباء قالوا فيها أن الضريف يقول أننا لن نسقط في الفخ الإسرائيلي وسنستمر في موضوع التفاوض موضوع المباحثات فيينا إذن المفاوضات ستستمر طبعا هناك استياء استياء كبير استياء إيراني كبير من العقوبات التي فرضتها فرضتها الاتحاد الأوروبي على ثمانية مسؤولين أمنيين إيرانيين لكن بقيت هذه العقوبات في مكان وموضوع المفاوضات فيينا أو مباحثات فيينا ولكن كيف ستنعكس على مسار المفاوضات برأيك هل ستكون ورقة ضغط إضافية على الإيرانيين في نهجهم التفاوضي ليصار إلى تقديمهم بعض التنازلات مثلا فيما يتعلق بموضوع عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي أم أنهم سيكونوا أكثر تعنطا بموقفهم طبعا معروف أن إيران تكابر وتتصلب في مواقفها وتتشدد أكثر وأكثر وترفع أكثر وأكثر سقف مطالبها والكلمة الأصح ولربما الصفة الأصح ممكن أن تكون تكابر تكابر وإن كان على وجع على وجع اقتصادي وحتى اليوم على وجع أمني ما حصل في نتانز أضعف كثيرا الموقف الإيراني إضافة إلى الضغط الأوروبي الجديد عبر العقوبات ضد ثمانيات مسؤولين أمنيين إيرانيين واضح أن إيران هي اليوم إذا ثبت والأرجح أنه كذلك أن الهجوم الذي حصل أو ما حصل في نتانز هو من فعل إسرائيل وإن لم يعلن صراحة في إسرائيل رسميا عن مسؤوليتها لكن يستفاد من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشكل عام أنها وراء مثل هذه الهجومات أو هذه التعطيلات وفق التعبير المستخدم في طهران كما يقول قائد أركان الجيش الإسرائيلي نحن سنستمر بالتحرك وبسرية هذا الكلام حرفي له وأيضا وزير الدفاع يقول أن الخيار العسكري الإسرائيلي يجب أن يبقى على الطاولة إذن إن أعلنت رسميا أم لم تعلن رسميا إسرائيل بأنها وراء هذا الهجوم فالأرجح أنه شبه مؤكد أو مؤكد أنها وراء ما حصل اليوم وما حصل اليوم ليس جديدا الهجومات التي يتعرض لها نتانز تعود إلى عام 2007 2007-2010 على فكرة 2010 كان الهجوم دمر نحو ألف جهاز طرد مركزي كان عبر فيروس ستاكس نت وقد اتهمت في هذا الهجوم إسرائيل ولكن كان عبر الفضاء الإلكتروني اليوم ربما يكون الهجوم بقنبلة مثلا زريعات وهناك من يتعاون من الإيرانيين من داخل المنشأة يعني هذه كم تسبب أيضا من أذى من أذى للجانب الإيراني والمنشأات النووية طبعا إيران مخترقة عبر الأنترنت عبر الأنفورماتيك وأيضا بشريا بشريا بدليل الإختيالات التي حصلت لخمس علماء ذر إيرانيين آخرهم كان العام الماضي أول إختيال كان في عام 2010 إذن مخترقة بشريا إضافة إلى اختراقها عبر الأنترنت عبر السيبر أتاك بالضبط تماما طيب عندما أيضا تقول طهران بأن هذا الهجوم على نتنز وحتى العقوبات الأوروبية لن تؤثر على المحادثات يوم غد كم تستطيع أن تتمسك برأيك على ضوء كل هذه المعطيات والتطورات بمواقفها يوم غدا في المباحثات ستذهب أعتقد أن إيران الواضح أنها ستذهب في المباحثات إلى الآخر وستبقى متمسكة بمواقفها لن تغير من شكل مواقفها لكن هي تراهن على الوقت الوقت يخدمها في أمرين إما أولا الأمر الأول هو مراهنتها على تخصيب أكثر للإيرانيوم ربحا للوقت في التخصيب ومعروف أن إمكانياتها أو ما خصبته من إيرانيوم بات حجمه كبيرا كبيرا جدا إذا ما قيس بحجمه ما قبل عام 2015 لكن أيضا تراهن على مرونة الولايات المتحدة الأمريكية مرونة بايدن بايدن في هذا الموضوع لكن ربما أخطأت ربما أخطأت إيران في الرهان كثيرا على المرونة الشكلية للرئيس بايدن بايدن صحيح في الشكل أنه يمد اليد مع الأوروبيين طبعا لكن هناك ثوابت ثوابت بالنسبة هناك ثوابت أيضا وهناك أيضا إلى الانتزام نعم إلى جانب الثوابت أيضا هناك الضغط الإسرائيلي يعني الكبير على الجانب الأمريكي تحديدا ليصار إلى عدم عودة واشنطن إلى نفس الاتفاق بنفس الشكل فهذا الموضوع أيضا كيف يمكن أن يلعب دور خاصة وأن هناك اليوم اجتماع أمني على مستوى كبير في إسرائيل بين شخصيات أمنية مسؤولين أمنيين أمريكيين وأسرائيليين ولا ننسى أن إسرائيل ضمت إلى القيادة المركزية للقوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط منذ بداية هذا العام وأن أمن إسرائيل هو أولوية بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن لن تقبل أبدا الولايات المتحدة الأمريكية التفريط في أمن إسرائيل وهذا موقف واضح وكأن إسرائيل هي امتداد للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة إن أخطأت أم لم تخطئ إسرائيل في ما تقوم به ضد إيران أمنيا لا نسمع أو لم يصلنا أو لا يصلنا أي رد فعل من الولايات المتحدة الأمريكية معارض لما قمت به إسرائيل والتجارب كثيرة في هذا الموضوع أشكرك جزيلا شكرا على كل هذه الإضاحات من باريس كنت معنا المحلل السياسي محمد كلس شكرا لك هذا ونفى البيت الأبيض رسميا أي علاقة للولايات المتحدة بما اعتبرته إيران عملا تخريبيا استهدف مصنعا لتخصيب اليورانيوم في منشأة نتانز النووية وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الولايات المتحدة ليست ضالعة بأي شكل فيما حصل مضيفة في ذات الوقت بأنه ليس لدى الولايات المتحدة ما تقوله بشأن التكهنات حول أسباب وتداعيات حادثة نتانز لقد رأينا بالفعل تقارير عن الحادث الذي وقع في منشأة التخصيب في نتانز لم تكن الولايات المتحدة متورطة بأي شكل من الأشكال في هذا الحادث ليس لدينا ما نضيفه بشأن التكهنات حول أسباب أو آثار الحادث نقل موقع أكسيس عن مسؤولين إسرائيليين أن كبار مسؤولي الأمن القومي من الولايات المتحدة وإسرائيل سيعقدون اليوم الثلاثاء جولة ثانية من المحادثات الاستراتيجية بشأن طهران المصادر الإسرائيلية أضافت للموقع بأن الجولة الثانية ستتضمن نشاطات إيران في سوريا ولبنان والعراق واليمن بالإضافة للهجمات الأخيرة على السفن الإيرانية والإسرائيلية في البحر الأحمر والخليج والبنود المتوقع أن تناقش خلال محادثة فيينا الخاصة بالملف النووي الإيراني في سياق ترتيبات الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة المزمع عقدها في الثامن عشر من يونيو دخل المرشد الأعلى علي خامناء على الخط من خلال محاولات منع ترشح الحفيد الإصلاحي لروح الله الخميني بغية منح الكرسي الرئاسي لمرشح محافظة أصلي وفي التفاصيل وفقاً لما نقله موقع جامران عن شقيق حسن الخميني فأن الأخير كان ينوي الترشح وكان يجري مشاورات بهذا الشأن إلا أنه بعد لقائه بالمرشد الأعلى عارض الأخير قائلاً له ليس من المصلحة الترشح للانتخابات الرئاسية نشرتنا مستمرة وفي بعض الفاصل المبعوث الأمريكي إلى اليمن يصل المنطقة غداً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هجوم نانسي قنقر التحركات الروسية المكوكية بشأن سوريا أثمرت مبادرة العمق العربي ومصر والعراق والأردن يناقشونها في بغداد غداً منظمة الهجرة الدولية تأكد نزوح أربعمائة وخمسين أسر من مخيمات النازحين منذ بداية العام الجاري من تعز ومأرب والحديدة أهلاً بكم من جديد سلمت شخصيات سوريا بغداد مبادرة العمق العربية التي تتضمن خطوات لإنجاز الحل السياسي ومواجهة التغلغ الإيراني والتركي في سوريا وسط توقعات بأن تكون القمة المصرية الأردنية العراقية في بغداد بعد أيام محطة الاستكشاف نتائج الحراك الدبلوماسي الروسي لإعادة دمشق إلى جامعات الدول العربية وتقترح مبادرة العمق العربي على الدول العربية تعزيز مساهمتها في إيجاد الحل الأنسب الذي يفضي إلى تحقيق الاستقرار السوري ويعزز الدور العربي وأقنع دمشق بالتعاون للتوصل إلى سياغة مشروع متطور للإدارة المحلية ينتج عنه نظام لمركزي إداري واقتصادي ثم دراسة مشاريع الحوكم التي يمكن تطبيقها في سوريا اشتركوا في القناة لم يعد المشهد السوري السياسي أشبه بالمياه الراكدة فالتحركات الدولية الهادئة باتت تطفو على السطح قابلتها شخصيات سورية بمبادرة العمق العربي التي سلمتها لبغداد قبيل قمة مصاغرة تعقد فيها بعد أيام وتتضمن المبادرة خطوات لإنجاز الحل السياسي ومواجهة التغلغل الإيراني في سوريا وتوغل تركيا شمالها وتشير التوقعات إلى أن تكون قمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بغداد بعد أيام محطة رئيسية لاستكشاف نتائج الحراك الدبلوماسي الروسي لإعادة دمشق إلى جامعة الدول العربية وعليه تقول صحيفة الشرق الأوسط إن موسكو سعت إلى تحرير مليار دولار أمريكي تعود للحكومة السورية كانت مجمدة في مصارف عربية بحيث تستخدمها في تمويل القمح ومشتقات النفط الواردة إلى سوريا كما تعهدت موسكو بتقديم 500 مليون دولار أمريكي كقرض ميسر إلى دمشق ضمن إجراءات معالجة تدهور سعر صرف الليرة هناك انقسام عربي إزاء إعادة دمشق إلى الجامعة العربية فثمت دول متمسكة بضرورة تنفيذ بيان جونيف والقرار 2254 وإخراج الميليشيات الأجنبية من سوريا وأن تبدأ المسيرة بخطوات من دمشق في حين تتوقع دول عربية أخرى خطوات ملموسة من دمشق إزاء النفوذ الإيراني في البلاد ومن موسكو لمنع التواغل التركي في الشمال بحسب الشرق الأوسط إلا أن سياسة دمشق باللعب على الحبلين بين موسكو وطهران لا تتوقف فكلما اشتد الضغط على أحد الطرفين قفزت دمشق إلى الطرف الآخر وسارت مع تياره وترى الشرق الأوسط أن دمشق تراهن على أن تعاظم تواغل تركيا وتغالغل إيران سيدفعان دولا عربية إلى التعاون معها بحيث تأتي المبادرات والحوافز من العواصم العربية وليس من دمشق ينضم إلينا من بغداد الكاتب والإعلامية العراقي فلاح المشعل أهلا ومرحبا بك سيد فلاح معنا في هذه النشرة على قناة الحدث بداية نترقب غدا المؤتمر الذي سيعقد في بغداد ويضم الرئيس المصري والعاهل الأردني ورئيس الوزراء العراقي لبحث مبادرة العمق العربي الذي قدمتها شخصيات سوريا كيف يمكن أن تلعب العراق اليوم هذا الدور ليصار بالفعل إلى ترجمة مثل هذه المبادرة على أرض الوقع نعم شكرا لك هذه المبادرة مبادرة العمق العربي مبادرة مهمة جدا جاءت بعض ركود كما ذكرتم لعشر سنوات لا بد للقضية السورية أن يترسوا على حل وكان الدور الروسي دور مهم وفاعل جدا لكن يبقى الدور العربي هو الدور الأمثل لأنه دور يشتغل على الخطوط اللوجستية والجغرافية والجيوسياسية لتكوين السوري ودول الجوار العراق حقيقة المتأثر الأكثر والخاسر الأكبر مما حصل في سوريا داعش توفدت لدينا للعراق من سوريا الفوضى الموجودة الوضع الاقتصادي المربك الاختراقات الأمنية تهريب المتفجرات والأسلحة الناسفة والأبوات والسيارات المفقخة جميعها كانت تمر للعراق من خلال سوريا أيضا حركة الميليشيات والجماعة المسلحة على الحدود فهي مظر قلق حقيقة ويمكن توصيفها بالخنجر في الخاسرة العراقية كذلك الحال بالنسبة للأردن لكن مساحة الحدود بين العراق وسوريا تجعل الموضوع في العراق أخطر خصوصا مع الفلتان الأمني الموجود والذي تشكو منه بعض المناطق في العراق هذه المبادرة حقيقة والاجتماع أو القمة الثلاثية نعم ستكون هذه القضية في محور هذا اللقاء سوريا عامل مؤثر جدا للأردن والعراق وبالنتيجة لا بد أن تستقر يعني مبادرة من هذا النوع هل يمكن القول بأنها نتاج كل التحركات الدبلوماسية الروسية في الفترات الماضية وأي جهة نتوقع أن تكون قدمت هذه المبادرة من السوريين تحديدا هل هي شخصيات معارضة أم شخصيات حتى ممكن أن تكون من قلب دمشق يعني في تقديري شخصي هي سوريا اليوم تحتاج إلى العودة إلى الحضن العربي وتحتاج إلى دعوة من قبل الجامعة العربية أنا أعتقد هناك أطراف عديدة وكثيرة ليس فقط الطرف الروسي وإنما الطرف المعارضة المعتدلة السورية والحكومة السورية نفسها وأيضا الجامعة العربية كان لها دور مهم وفاعل أحمد رئيس الجامعة العربية السيد أحمد بلغيط كان هنا في بغداد وأيضا حمل رسائل مهمة وفاعلة للدولة العراقية بمؤسساتها ورئاساتها المتعددة وأنا أعتقد يعني المؤتمر قمة الدزائر المرتقب سيكون أو ستتمثل فيه الدعوة من قبل الجامعة العربية لدمشق التي تنتظر هي الأخرى ولكن يعني بحسب نعم ولكن أستاذ فلاحي بحسب طبعا بعض التقارير أن الخطوات التي يتوجب على دمشق القيام بها مبدئيا أن تقدم هي الطلب لجامعة الدول العربية حتى تعود وكان في السابق أيضا حديث عن هذا الموضوع ودمشق رفضت ذلك وتبعت طبعا رفضها بما تتحدث عنه فيما يتعلق بموضوع عضوية الجامعة العربية هل نتوقع اليوم بأن النظام في دمشق هو جاهز ويرسل بإشارات للمجتمعين غدا بأنه لديه النية بالفعل لتقديم كل هذه الخطوات وشوفي أكو شغل يعني يحصل الآن في الغاطس يعني ما بين هذه الأطراف والأطراف الفاعلة داخل سوريا وبالتحديد يعني إيران تركيا أنا أعتقد يعني هناك رغبة سورية وسيتم تسوية هذا الأمر يعني سواء يعني جاءت الدعوة من الجامعة العربية سوريا تعتبر نفسها عضو مؤسس في الجامعة العربية وهي لم تنسحب وإن تم أبعادها من الجامعة العربية فينبغي على الطرف الذي أبعدها أن يستدعيها ويوجه لها دعوة العودة إلى مقعدها الطبيعي في الجامعة العربية هذه الأمور ليست جوهرية الجوهر بالموضوع هو كيف ستكون صورة الحكم ما بعد ذلك يعني هل يقبل النظام بصيغة النظام اللامركزي بمعنى يعطي فيدراليات لهذه الأطراف المتنازعة والفاعلة بالداخل السوري يعني هناك الدروز هناك الأكراد هناك يعني هناك قوميات متعددة وتعدد الأثني هو أصل المشكلة يعني هي تبحث عن حرياتها هذه الأثينات وهذه التعددات وهذه المكونات هل سيتم تغيير أو تحسين صورة النظام السوري ما بعد ذلك هذا الموضوع هو الذي ينبغي أن يتقدم ويأخذ الأولوية أنا أعتقد الموضوع يعني لن يتم بعيدا عن المشاورة مع إيران من جهة وتركيا من جهة لأنه يعني أصبحوا يعني هاتين دولتين بالتحديد إيران وتركيا فاعلتان جدا لأنهما يحتلان أرض سورية كيف سيتم التبحث مع إيران إذا كانت يعني هي المبادرة أصلا تتعلق بوقف التغلغل الإيراني في سوريا ووقف التمدد التركي والنظام كيف يمكن أن يجاب هاتين القواتين إذا منخرطوا في هذه المبادرة عسكريا نعم أنا أعتقد يعني والسوريين أدرى يعني أهل دمشق أدرى بشعابها سوريا اليوم أصبحت ضريبة ثقيلة على إيران وعلى تركيا وعلى روسيا أيضا حقيقة فهي مشكلة كبيرة جميع هذه الأطراف تحاول أن تنتهي منها يعني أن تتخلص وفق تسويات سياسية يعني محددة وأنا أعتقد النظام السوري هو النظام يبحث عن هكذا تسويات اليوم النظام السوري هناك أكثر من مضلة يعني هو يقف تحت أكثر من مضلة المضلة الروسية المضلة الإيرانية مضلة هو كنظام فاعل هناك تصادم حصل ما بين القوى الرسمية للنظام وميليشيات تابعة حزب الله وميليشيات أفغانية وغير ذلك هذا يعني أن الوضع السوري اليوم ربما هو أقوى من بقية السنوات الماضية لأن الوضع خلاص استتب على هذه الحال لكن الشعب السوري اليوم يريد حل المنطقة تريد حل هذا الصراع الضموي المستمر منذ عشر سنوات يبحث عن حلول نهائية وناجزة هذا المشروع هو مشروع عربي قبل أن يكون مشروعا إيرانيا أو تركيا أشكرك جزيلا شكرا على كل هذه الإضاحات من بغداد كنت معنا الكتب العالمية العراقية فلاح المشعل شكرا لك إلى شأن اليمني يصل المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم لندر كينغ إلى المنطقة غدا لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين بالتنسيق مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتاني جرفث وستركز المناقشات على الجهود الدولية المشتركة للترويج الاتفاق سلام في اليمن وجهود معالجة الأزمة الإنسانية ولم يتضح بعد ما إذا كان المبعوث الأمريكي سيلتقي مع الحوثيين خلال جولته الحالية وتأتي هذه الزيارة بعد تحركات ديبلوماسية للمبعوث الأمريكي عقد فيها اجتماعات مع وزير الخارجية الألماني في برلين ولقاءات عدة مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي وممثلي دول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كشفت منظمة الهجرة الدولية أنها رصدت نزوح 183 أسرى يمنية في أقل من أسبوع وذلك جراء تصاعد القتال في محافظات تعز ومأرب والحديدة وضافت المنظمة الدولية في تقرير حول حالات النزوح خلال الأيام الماضية أن أكثر من ألف فرد نزحوا من مناطق سكنهم مؤخرا وأنه منذ بداية العام الحالي نزحت حوالي ألف عائلة وسبعة ألف فرد منهم في تعز ويستمر العدد في الزيادة مع فرار المزيد من العائلات من القتال الدائر هذا وجددت الحكومة اليمنية دعوتها للمجتمع الدولي لحماية المدنيين والنازحين من هجمات ميليشيات الحوث الانقلابية والمدعومة من إيران ودعى وزير الأعلام معمر الأرياني الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة وكافة المنظمات الدولية العاملة في اليمن إلى القيام بدورها الإنساني والإغاثي لعشرات الألاف من الأسر النازحة وتوفير الحماية اللازمة لهم وتلبية أهم احتياجاتهم الأساسية وتأمين مقومات الحياة الكريمة لهم الوزير اليمني تعرف على جهود الإغاثة والإيواء في مخيم السويداء الذي يأوي حاليا 1870 أسرة ومنها 620 أسرة نزحت خلال شهر فبراير ومارس الماضيين من مخيمات أخرى وحمل ميليشيات الحوث المسؤولية الكاملة عما يتعرض لها النازحون من انتهاكات وجراء متواصلة مشيدا بجهود سلطة المحلية في محافظة مأرب وبدعم السعودية لمخيمات النزوة حبر مركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية والإنسانية أفاد مراسل الحدث في العراق بأن قوة خاصة قادمة من العاصمة بغداد تمكنت من اعتقال محافظ باب الحسن منديل المتواري عن الأنظار بعد مدهمة عدد من الأماكن التي كان يتواجد فيها ونقلته إلى بغداد للتحقيق معه بقضايا فساد بناء على أمر قضائي وذلك على خلفية التلاعب بمحاضر توزيع أراضي وملفات أخرى فاصل قصير ونكمل النشراء بقوة معنا ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حزب الشعب الجمهوري المعارض بتدبير تحرك الضباط المتقاعدين كما اعتبر مسؤولون حكوميون أن هذا الإعلان يمثل تهديدا ضمنيا بانقلاب وعلى خلفية ذلك احتجزت سلطات التركية عشر من الموقعين على الإعلان لثمانية أيام في إطار التحقيقات في حين اتهمت المعارضة الحكومة التركية والرئيس أردوغان بمحاولة إيهام الشارع بخطر حدوث انقلاب لتشتيت الأنظار عن المشاكل الاقتصادية سلم الجيش السوداني نظيره الإثيوبي بمدينة القلبات الحدودية نحو ستين أسيرا تم القبض عليهم في عمليات مختلفة داخل الأراضي السودانية وقال قائد القوات البرية في الجيش السوداني عيسام الدين محمد حسن كرار أن الأسرى الإثيوبيين تمت معاملتهم وفق القانون الدولي واتفاق جونيف لمعاملة الأسرى معتبرا الخطوة دلالة على حسن نوايا الخرطوم تجاه ديس أبابا كما حذر كرار الإثيوبيين من دخول الأراضي السودانية بغير الإجراءات الرسمية ووفق القانون كشفت هيئة البث الإسرائيلية كان عن تحضيرات تجري لزيارة توفد أمني سوداني إلى إسرائيل بعد قرار الحكومة السودانية إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل أكدت الهيئة الإسرائيلية أنها تجري حاليا اتصالات متقدمة لتنظيم زيارة وفد أمني من السودان إلى إسرائيل في المستقبل القريب وأشارت إلى أن الحكومة السودانية أقرت في اجتماعها الأسبوع الماضي إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل المقر منذ عام 1958 لفتة إلى أنه من المتوقع أن يلغى القانون بشكل نهائي في المستقبل في اجتماع المشترك لمجلس السيادة والحكومة أشار الرئيس التونسي قيس سعيد في كلمة توجه بها للتونسيين من جامع زيتون بمناسبة حلول شهر رمضان إلى أن هناك العديد من الطقوس في ظاهرها عبادة وفي باطنها حسابات سياسية دعيا إلى وقف كافة أنواع الكذب والافتراء من أراد الصيام فليسم صادقا مؤمنا ثابتا وليسم عن كثير من المحرمات الأخرى فليسم خاصة عن الكذب والرياء لا في هذا الشهر المعظم فقط بل في سائر الأيام وشهور حفظنا الله في هذا الشهر من هذا الوباء من الوباء الذي حل بالعالم كله ومن الأوبئة السياسية كما هجم الرئيس التونسي قيس سعيد في محادثة مع بعض المصلين في جامع زيتون الإسلاميين قائلا إن الله توجه إلى المؤمنين وإلى المسلمين وليس إلى الإسلاميين توجه إلى المسلمين إلى المؤمنين وليس إلى الإسلاميين جمعية العلماء المسلمين لم تكن جمعية العلماء الإسلاميين المسلمين هذا الفرق وهذه المناورة الكبرى وهذه العملية المقصودة من التفريق المجتمع وتقسيم المجتمع ودع رئيس البرلمان وزعيم النهضة راشد الغنوشي إلى إنهاء الخلافات خلال شهر رمضان بين الجميع بما فيهم الأحزاب وكل السلطات في إشارة فهمت على أنها تعبر عن عمق الأزمة السياسية بين رأسي السلطة التنفيذية حول التعديل الوزاري الذي أجرى رئيس الوزراء هجام المشيشي ورفض قيس سعيد له ما دمنا متماسكين بديمقراطيتنا ما دمنا متماسكين بحرياتنا فتونس بخير إن شاء الله وليست مهددة شهر رمضان هو شهر التصالح بين الناس والمؤمنون بشر يمكن يغلطوا مع بعضهم ولكن جينا مناسبات كما شهر رمضان نصالحوا نتزاوروا وهذا لا يخص الأفراد وإنما يشملوا أيضا العائلات ويشملوا أيضا الجهات ويشملوا الأحزاب ويشملوا كل السلطات توجه الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جال بالتهنئة للمسلمين في الولايات المتحدة والعالم بمناسبة حلول شهر رمضان وأكد بايدن في بيان الرسمين شره البيت الأبيض على أن المسلمين الأمريكيين لا يزالون هدفا للتنمر والتعصب وجرائم الكراهية رغم كل إسهاماتهم وتضحياتهم التي قدموها للبلاد مطالبا بضرورة وقف استهداف المسلمين وشن الهجمات ضدهم كما شدد بايدن على عدم سماح بأن يعيش أحد في الولايات المتحدة في ظل الخوف من التعبير عن إيمانه متعاهدا بأن إدارته ستعمل على ضمان ذلك ومن جهة أخرى عبر بايدن عن فخره لإنهاء قرار سلفه دونالد ترامب بحظر دخول الولايات المتحدة لمواطني عدد من الدول المسلمة وتعاهد بمواصلة الدفاع عن حقوق الإنسان في كل مكان بما في ذلك حقوق أقلية الإيغور المسلمة في الصين والروهينغا في مايانمار والمجتمعات المسلمة في مختلف أنحاء العالم يبدأ اليوم شهر رمضان في فرنسا وسط إجراءات صحية وأمنية استثنائية تخذت إجراءات أمن إضافية بعد اعتداءات من بينها كتابات عنصرية على جدران أحد المساجد في غرب البلاد ما دفع بوزير الداخلية ووزيرة المواطنة إلى القيام بزيارتين بفارق يوم واحد لمسجدين في باريس ورين للتأكيد تضامنهما مع مسلمي فرنسا عشية شهر رمضان وخلال زيارتها لمسجد باريس الكبير قالت الوزير الفرنسية لشؤون المواطنة مارلين شيابا أن هناك جوا من العنصرية أظهرت الكتابات على جدران مسجد في مدينة رين ولكننا سنتعاون جميعا للخروج من هذه الأجواء هناك في فرنسا بالطبع أعمال عنصرية بشكل عام وضد المسلمين بشكل خاص والشعرات ضد مسجد رين تظهر ذلك لنا التحقيق يجب أن يلقي الضوء كاملا على ما حصل يبدو أن هذه الأعمال قام بها اليمين المتطرف بما أن الشعرات تذكر بفرنسا الخالدة وشغل مقتال وهذه عناصر الخطاب التقليدي لليمين المتطرف هؤلاء يهاجمون الكثير من أماكن العبادة وتتبلور العنصرية من خلال تصرفات عنيفة لديهم وعلينا بالطبع أن نواجههم معا دخلت بريطانيا في مرحلة جديدة من تخفيف قيود الإغلاق وفق خطة حكومية لإعادة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي وبدأت المحال التجارية غير الأساسية إعادة نشطها مع احتواء فيروس كورونا شارع أكسفورد للتسوق يعود مجدداً لاستقبال المتبضعين بعد أشهر من الإغلاق فرضه فيروس كورونا فرصة لا طالما انتظر الناس وإن كانت تحت قيود كورونا إنه أمر رائع أن نخرج من بيوتنا إلى الأسواق بعد أن حرمنا من هذه الفرصة الممتعة لأشهر إنه يوم نستعيد فيه بعض الحريات التي افتقدناها مع بقائنا لأشهر في منازلنا والعمل فقط على جميع المتسوقين أن يرتزموا بقواعد التباعد الاجتماعي داخل المحال التجارية ومنها مركز التسوق السيلفرجز هذا الذي وضع علامات وإرشادات لتوجيه الزبائن للحد من نقل عدوى فيروس كورونا من الواضح أن الوضع غير طبيعي ولكن علينا أن نتعود عليه واحترام القواعد كالبقية إعادة نشاط جزء كبير من الاقتصاد البريطاني يأتي مع تراجع الإصابة والوفيات جراء فيروس كورونا إلى أدنى مستويات لم تشهد البلاد منذ سبتمبر الماضي نتيجة الإغلاق وتلقي ما يزيد عن 60% من البالغين الجرعة الأولى على الأقل ضد فيروس كورونا بموازاة تخفيف قيود الإغلاق يحذر خبراء من ارتفاع الوباء ما لم يحرص الناس على الالتزام بإرشادات الحكومة لمنع نقل عدوى كورونا مصطفى زارو الحدث لندن وإلى هنا نأتي على ختام هذه النشرة دائما تابعوا الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وزوروا الموقع الحدث إلى اللقاء اشتركوا في القناة